مرحبا فيكم مكملين معكم ببرنامج الجر قريب أنا ثناء جوابري معي الحنان ميلر بنحكي معكم بهذا الجزء عن موضوع التعارف الرومنسي في الأديان بدأ أفتح مع الحنان الحنان احكينا عن الموضوع احكينا عن موضوع الرومنسية موضوع شائق شوية موضوع شائق وحساس وما بيحكوا عنه كثير في السياق الديني أو في السياق التعارف بين الديانات مضبوط في مرات وتمرق بالقدس بتشوف أزواج أو بنت ورجل قائدين بعاد شوية عن بعضهم المتشددين كثير باللوبيهات القتلات في القدس وهوما في الديت أو في اللقاء رومنسي تعارف عندنا بالمجتمع اللي أنا كبرت فيه الموضوع يعني مختلف شوية عندنا احنا محشورين بين عالمين في العالم الهوليوود العالم الغربي العلماني كمان الإسرائيلي العلماني مع كل التوقعات الكبيرة عن الرومانسية والحب من نظرة أولى وكل هذا الشي وعندنا الشنطة وعالم الديانة عالم التراث عالم الدين مع كل التحذيرات وكل العراقيل المختلفة في الدين وإحنا محشورين بين العالمين ولسه ما لقينا المكان المناسب لإلنا كشباب يعني نلتقي ونشوف بعض كيف الموضوع عندكم بالعالم هون؟ الموضوع عندنا برضو بشبه الموضوع عندكم بنحكاش عنه كتير موضوع الناس بتستحفي فيه كانت فترة طويلة اللي كنت أنا أخجل فيه أحكي أنه تعرفت عشوزي كل ما تجوزته حاليا أنا بحكي بحكي أنه تعرفت عليه وبفش فيها إشي بعض الموضوع هي كان مسكت زي ما بقوله بالحكاش عنه والمشكلة بالموضوع اللي بالحكاش عنها إنه هي بتتطور بمنحة غلط يعني مثلا كتير مرات بتلاكي أنا كنت ألاكي بنات بالمدرسة اللي كنت أشتغل في المدرسة متدين جدا وكان ممنوع ممنوعا عن بات بتلاكي البنات بوقعوا بشغلات لأنه مأخدوش ولا أي إرشاد بموضوع الحب والعلاقات الغرامية فبتلاكيهم بعملوا غلطات كبيرة زي إيش؟ زي كان في بنات مرة اللي كانت يعني تحكي مع شاب وبعثت له صور الصور كان فيه النوع من العري وروح لم القصة بعدين كون الإشي بجوها قرية صغيرة هاد إشي صعب تلموا يعني البنت بتلوصم بوصمة فكان الموضوع كتير يعني يعني هي شغلة تنعملش متلا لو أنا كان في عندي مجال إن أعطيها إرشاد للبنت فبحكي لها هي شغلة تنعملش بتبعتش صور بتبعتش صور على على الفيسبوك ولا على الواتس أب مش لحالة تعرفهوش المشكلة إنه الأهل أو المعلمين في خجالوا يحكوا عن الموضوع أنا بحث إنه هي شغلة مجتمعية كاملة لأنه بتذكر مرة عملت اجتماع وكان فيه معلمين ومنحكي إنه إحنا موضوع موجود اللي بتوجه لك بسؤال حاول تحتوي الموضوع وتعطي يعني إرشاد فكان يعني يعني أنت رهيب كان إشي إنه يعني ضد لأ هاي الموضوع مش عنا ممنوع سكرنا نقطة سطر جديد بس نفس الإنسانية بتشتغل شيك البنت بنجذبه على الولاد خاصة ده موجودين في نفس المحيط ولازم نعرف كيف نحن نعيش مع هذا الإشي إحنا كثير شايع عندنا الفيسبوك للتعارف عندنا قصدي بالمجتمع المتدين الحديث الموضرن شوي الفيسبوك كثير شايع فيه مواقع للتعارف بين الشباب والبنات كمان مواقع للمتدينين خاصة إنتي كيف تعرفت على بشار عزوجك تعرفت عنه عن طريق الفيسبوك هو ضافني وحكي علي أنه كان في إلي صورة كنت في الكعبة فنزليها لأنه في مرة أتبقته صورة هيك بلشنا نحكي وبعدنا بلشنا نحكي عن المواضيع اللي هي دينية يعني كان سوق نحن المسابية بتحركش يعني أنه بدنا نحكي مع بعض بتشعر فينا عن شو من نحكي حاسين أنه فيه إشي بس مش بتأكدين مرت فترة طويلة 8 أشهر اللي فيها قوانت تعارف بناتنا ولتا كان أول مرة كنا في الأقصى أنا كنت قاعدة بقرأ القرآن هو مركب من حدي أنا ما كنتش حتى متجرأتش أطلع عليه حتى معرفتش مين هو كان فترة كمان أنهوش بعتلي صورة أنا بحكي معاه مش عارفي بمين هو والله أنت ما شفتي يعني أول بعد لا كنتش عارفة أنا أنه نجذبت لشخصيته قبل ما أعرف كيف شكله لأنه كان هو كان يكتب بلوغ تبع إقرأ اللي هي لناس المتبينين عنها مدونة مدونة وكان كتير مشهور كتبته كان كتير حلوة أنا نجذبت للشخصية بالأول شفت صورته كتير متأخر يعني هو كان شايف صورتي أنا كنت شايف صورتي هاي فكرة من إيها بلاقيك؟ بلتعرف أنه البنت أو الرجل ما بيشوف صورة لا برضو مش مليحة وأنا بحب في بعض الناس عنا بتفكر أنه لا إنه إذا وحد يتعرف على وحد يروح عند أهلها وكل هاي الخريف بحس أنه وضع إشي تبع 1900 وخشبة يعني لازم لازم أنت تعرف يعني هو موضوع الزواج مش مش تحط عليه فيه بك تعرف مع مين داك تعيش وهي شرط صح بتصير مشاكل كمان إحنا مشكلتنا على فكرة بالمجتمع إسه مش مشكلة التعارف مشكلة الطلاق عنا تقريبا ثلث 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 اللي هو نسبة كتير كبيرة أيوة وهي برضو شائعة عندك وبردو شائعة عنا وأنا حسب رايي أنه هناك ما تطورش كل موضوع العلاج العائلي إنه في ناس تنجذب مع بعض تتجوز يكون في شوية مشاكل تراكمات 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 تراكمت إنهم يجيب للطلاق فيش شلاف بنايي فيش شلاف بنايين عغراق مرحلة والسطة المرحلة والسطة اللي ممكن فيها نحل المشاكل هذه على فكرة هاي هذه مشكلتنا حاليا في وسطنا العربي اللي لازم للك إلى الحال عنا مشكلة بالتعارف هو الفرق أو الفصل بين الرجال والبنات في المدارس الثانوية تقريبا كل المدارس المتدينة عنا اليهود مفصولة فالرجل ما بيعرف شو يعني بنت لحتى يوصل للجامعة مرحلة الجامعة مرات في نشاطات شبابية بس هذا ما بكفي يعني وطلع أنا بحسة من المدرسة مش هدك المحل نكتل تكفي بالبنات لأن هناك في كمان أنت بتشوف البنات بس بتكون جزء من المجموعة قليل جدا ما تلاقي في مدارس حتى لو أنها علمانية تلاقي الشباب مع البنات كتير يعني بتلاقي لحد جيل كتير لحد جيل العددية البنات لحال والولاد لحال يمكن في الثانوية شوي بيختلطه المدرسة مش هي المحل اللي تعرف انت شو هو الجنس الآخر بتوقع أنه هاي إشي له علاقة بالتربية لأنه في كتير حتى لو فيش فصل اللي هو مجاي من النظام نفسه الفصل موجود جوات الصفوف يعني أنا كبرت في مدرسة اللي فيها كان مختلط اللي كنا نحن نبات مع بعض والشاب مع بعض يعني ما كان يمكنش في بناءتنا تداخل كنا كتير نئذن الشباب يعني كان في واد وصفة اللي كنت أتمنى أنه هذا الواد مش موجود يعني لأنه كان كتير إذا يكنوا بتعابير جنسية مثلاً اللي إحنا كنا كتير نستحلم ما اسمع هيك إشي نتكفتس ما عرفش نساوي مثلاً شو من نتكفتس يعني؟ تشنج يعني؟ نتشنج ومعك شنساوي بعرفش إذا المدرسة هي الموضوع الاختلاط يعني مش بالضرورة المكان؟ أنا حسب رأي أنه هاي موضوع تربيه موضوع تربيه كلا لإيه مجتمعية عامة مجتمعية اللي لازم إحنا فيها نشوف الجنس الآخر نتعرف عليه والتربية الجنسية في المدرسة أو التثقيف الجنسي هذا مش موجود عندنا بالمدرسة الذكوري اللي أنا كنت فيها ما كان فيه تقريباً؟ أفكرة هي مش موجود ولا بمحل حصاب رأي أنا عائد طلاع ما إني موجودة بالحوار النسائي بالفيسبوك اللي هو أكبر مجموعة نسائية في إسرائيل في الفيسبوك كتير بنحكي هناك أن التثقيف الجنسي حتى عندي العلماني مش موجود هو موضوع اللي بشكل عام بالحكاش عنه وإذا نحكي عام بالحكاش عنه من الجانب النسوي الجانب إنه مثلاً شو دور دائماً بنحكي عن إشباع رغبات الرجل المرأة دائماً بتظل خلف في الخلف توقع أنه هو موضوع النسوي أكثر من إنه ديني يعني إنه حتى عند العلمانيين في نفس الشكاوى بالموضوع هنا موضوع شائق جداً جداً بس دخلنا فيه شوي في كتير نحكي عنه بعدين شكراً كتير لصراحتك ثانا زي دائماً وشكراً كتير لإلكو أهزاء المشاهدين وإن شاء الله نشوفكم قريباً بالحلقة القادمة من الجارق الكريم شكراً